الموضوع الأول اللي أنا حتكلم فيه النهاردة الحقيقة أنا بقالي فترة كده يعني ببص حوالي لقيت أنه معظم الناس يعني مش عايزة أقول مكتائبة لكن حقول متشأمة ومستسلمة يعني أنا دورت بقى على الأسباب ما هو جماعة مش معقولة يعني الأعداد الكبيرة دي اللي مصابة بهذه أو بهذا التشاؤم ومصابة بهذه الحالة فلما دورت على الأسباب لقيت أنه فيه ناس بيبقى عندها ده بدون سبب وفيه ناس بسبب وكل واحد من الناس اللي عندها أسباب سببه مختلف عن التاني وأوعى وتفتكروا أني بتكلم يعني بتكلم عنكم لوحدكم أو بتكلم عنكم أنتم بس أنا معاكم والله أنا كمان أنا بكلم نفسي أنا كمان وكل واحد في الستوديو هنا طول الوقت أو بعض من الوقت إحنا مصابين بالتشاؤم ودي بقت حالة عامة ومؤشر خطير ومهلك لأنه يعني هو التشاؤم هو أول طريق الإحباط والفشل على فكرة التشاؤم يعني لا يمكن يوصلك للنجاح لأنه النجاح أوله أمل والأمل عكس التشاؤم مش ممكن يتقابله في طريق واحد طيب دورت كمان لقيت أنه حالة الإحباط والتشاؤم صاحبها بيستسلم عند أول إحساس ممكن بسبب مثلا إصابته بمشكلة وتلاقي في الآخر أنه فاكر أنها أكبر مشكلة هو أكتر واحد في الدنيا مصاب وأكتر واحد في الدنيا عنده أكبر مشكلة وأصعب مشكلة في حين أنه لو بس على اللي حواليه حيلاقي مشكلته بسيطة مقارنة بمشاكل الناس زي المثال اللي بيقولك اللي يشوف بلوة غيره تهون عليه بلوته أنا النهاردة مش طالع علشان أدي درس على فكرة أنه أنتوا ليه مصابين بالتشاؤم أنا طالع عشان زي ما تقولوا كده عايز أعمل دعوة للأمل والتفاؤل لأنه يعني الشعور والإحساس بالأمل أو بالتشاؤم هو قرار السعادة قرار النجاح قرار العزيمة قرار والاستسلام للتشاؤم والإحباط هو قرارك أنت بردو هتقول لي أنت عايزة إيه من كلامك النهاردة عايزة إيه يعني هقولك أنا عايزة الناس كلها تبقى سعيدة ومبسوطة أنا عايزة جمهوري المشاهدين بتوعي بتوعي تسعين دقيقة يكونوا مبسوطين لأننا عائلة واحدة أسرة واحدة وحقكم علي أن أنا أقدم لكم النصيحة والمساعدة اللي فيها الخير ليكم ده دوري ووجبي يعني مثلا إحنا اليومين دول عندنا حاجات كتير جدا لو أنت تلككت بيها هتضمرك لو أنت استسلمت ليها هتضمرك التشاؤم والاكتئاب يعني بيبقى ضعف باب بيقفل شوية بشوية وانت سايبه وبعدين يقفل 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 لحد دماه يعمل لك ما تعرفش تفتحه ساعدها فأنا عايزة أنه كل واحد فينا يلحق نفسه هيدمرك إزاي التدمير اللي أقصده يعني الضعف أو عطي ضعف الضعف على فكرة هو تدمير ذاتي إحنا مثلا هقول لكم مثال إحنا داخلين مثلا على امتحانات إحنا نتأخر السنة لكل المراحل العمرية سنوية عامة والجامعة والابتدائية والإعدادية وكله كله فطبعا ده مثلا أصعب وقت بالنسبة للطالب وأسرته يعني تعرفين إحنا عندنا كم طالب من المائة مليون مثلا عندنا خمسة وعشرين مليون طالب ده غير أسرة يعني نقول مثلا خمسين مليون عندهم قلق وتوتر بسبب الامتحانات بس حط ده على جنب ديف بقى على موضوع الامتحانات ده القلق من الأزمة العالمية الاقتصادية وده طبعا قلق طبيعي محنش يقدر يقول لك حاجة ومن حق الناس إنها تقلق لكن اللي بتكلم عليها جماعة الاستسلام الاستسلام والقلق على فكرة مش الحل ده بيزود المشكلة لازم نفكر في المقابل إننا يعني نشوف جزئتين نقول إحنا في نعمة لو قارنا نفسينا بدول أخرى نقول مثلا طب ما إحنا أحسن من غيرنا كتير حنعدي ما هو الأزمة موجودة في كل الدول طيب نيجي بقى للناس مثلا مثلا خلاص قلنا الطلبة مثلا اللي هم المقبلين على الزواج الشباب اللي عايز يتجوز انت مصاب ليه يا حبيبي بالاكتئاب متضايق وواقع في الأرض ليه هو ليك حق تكون قلقان وشايل الهم بس هنا أنا عايزة أقول إنه الأسر الحقيقة لازم ترحم بعض يعني يعني عايزين النهاردة إن احنا نخفف من هموم وأعباء الزواج يعني يعني ما يجيش الشاب يتقدم لبنتي أقوم عقده في عشته وعقده في حياته ويروح مكتئب من طلباتي طيب ما أنا عايزة أسطر البنت وعايزة أجوز بنتي والمهم إن أنا أبدأ بنمره واحد إنه يكون واحد يتق الله فيها واحد بيحبها وشريها الطلبات دي ما بتنجحش جوازات على فكرة قوعوا تفتكروا إنه هو ده اللي بينجح الجواز لا التربية والأصل هو اللي بينجح الجواز غلاء المهور بقى الجهاز الشبكة الفرح أنا عايز فرح يبقى مش عارف إيه واجيب مين ونصبة إيه وفين والقيمة والذي منه أنا عايزة أقول النهاردة برضو فرصة أقول يعني لأسر البنات اللي مقبلة على الزواج ارحموا الشباب والفرح اللي بنقعد نصرف قد كده والله فرح صغير فرح كبير فرح مش عارف إيه في الآخر أتحداكو المعزين كلها بتخرج محدش أعجبهم انت بتصرف قد ما تصرف ولا بيعجب طب ما يفسفر العروسة والعريس ويعودوا في حتة يومين وينبستوا ويوفروا فلوس ليهم بتفرتكوا الفلوس ليه والناس في الآخر ما بيعجبهاش لو قدتوا قدوا كل عشرة شمع لمعزيم الفرح مش هيعجبهم ياريت القسر تاخد الأمور يعني ببساطة ونخفف على بعض عايزين بقى البنات تتجوز كتير وعايزين أعداد كتير وحطوا بقى كل اللي أنا قلته ده على جنب لأن أنا كده طلعت من الموضوع هنرجع للموضوع التاني بفكركم كنت بتكلم عن التشاقم والاكتئاب لأن ده اللي أنا قلته نقطة في بحر وركزوا معايا في اللي جاي السوشيال ميديا يا جماعة الناس اللي عندها تشاقم وإحباط واكتئاب أكيد هم مدمنين سوشيال ميديا اشتركوا في القناة